ما تعرفناش انا بابا الى الف مليون تريليون زليون مبروك على نادي الوعدات له الشق نادي الوعدات هذا الفوز الراعي والمستحق على نادي سباحان اصفهار في الجولة الاولى من دوري ابطال اسيا 2 وبالتالي هالوعدات يؤقق اول ثلاث نقاط ليله نهاية البطولة لوني يجي يتكلم عن اهمية هذا الفوز لنادي الوعدات هو فوز معنوي ونفسي هذا الفوز اباد كل الشكوك اللي شككت في نادي الوعدات والقدرته على المشاركة بهذا نوع من البطولات اعطت ارتياع كبير للجهاز الفني انه الفريق قادم بقوة لهذه البطولة قصة انه الوعدات ما كان عم بيقدم الاداء المطلوب منه بطولة الدورة في بطولة الدلع وشراقة نادي الوعدات في الموسم ابتدت من هذه المباراة المباراة الوعدات القادمة في الدورة امام نادي الفيصل وبالتالي يكسب معنويات كبيرة الكلاسيكو الوعدات او ديربي الوعدات الكبير هذا بالنسبة لهمية الفوز طبعة الثلاث لقاط كانت جدا مهمة لاني جي يتكلم عن افضل اللاعبين في اللقاء نبدأ مع اولا نجو اللقاء ابراهيم صبرة لقاط الفريق للفوز مهند سيبرين الانطلاقات على الجهة اليسرى كانت رائعة لاعب كان منتاز اللاعب ابو جاموس كان واحد من المميزين اليوم في ضبط التقاع في خط الوسط عندك اللاعب سيزار المهاجم رقم سبعة وسبعين بصراحة من عمل ذي اللاعبين اني كانوا في اللقاء طريق الوعدات اليوم كاملا كان ممتاز ولكن في بعض العلاصر لا كانت في المستوى المطلوب ولكن نظام المنظومة الرائعة اللي عملوا الوعدات في الشط التاني غطى على سوق اداء هذول اللاعبين نبدأ مع تشكيلة نادي الوعدات اللي افتدت من حراس بالحارس عبدالله انفاقوري في خط الدفاع على اللاعب عرفات الحاج ودانيال عفاني وابو الجزر على اليمين لعب براشل بايا على اليسار لعب مصطفى كزعر خط الوسط لعب محمود شوكت واللاعب ابو جاموس في خط الهجوم لعب سيزار ولعب مهند سمريم ولعب اللاعب اطول افكار الوعدات على الورق انت لو تشوفوا التشكيلي على الورق وتشوفها ثلاثة اربعة ثلاثة ولكن بالواقع اي خمسة اربعة واحد وان هون يبتدى الخطأ عند المدرب رفت علي انه دخل المباراة بتشكيلة خاطئة دخل المباراة باسلوب لعب خاطئ بالق باحترام هالفريق الايراني بالق بيعطاع الكورن للفريق الايراني هالفريق الايراني هو اللي استعوذ هو ان يبتدى اللقاء وبالتالي شفنا ارتباك كبير عمنادي الوحدات بخط اتفاق خاصة شفنا العديد من الاقطاع اللي توجد بهدف ايراني في الدقيقة ثلاثة بسبب الابوات الدفاعية فرصة فرصتين للثالثة مطيحة فرصة التسديد اللاعب عن الايراني فهدات وبالتالي يسجل على الهدف له بعد الهدف وقعت عند نادع الوحدات ينهار وقعت النادي الوحدات يندفع للعمام ويترك خلف المساحات ولكن اللي شفته هو التوازن الكبير لناديع الوحدات ما شفت الوحدات عم ينهار وكمان ما شفت نادع الوحدات عم بقتم الاداء المطلوب منه والاصل الحفظ ان لهذه الوحدات للرغم من سوء اداءه بالشطل هو الا انه اقدر انه يعرض هدف التعادل عن طريق اللاعب سيزار انه هو يعتبر واحد من امنز النجوم باللقاء هدف صحيح مية بالمية لا غبار عليه وبالتالي هذا الهدف اللي اجا سريع بعد عشر دقائق من الهدف الايراني ساعد في رفع عن حالة معنوية للوحدات اعطى الوحدات جرعة اكثر اعطى الوحدات جرعة عن دفاعية اكثر انه واحنا قادرين نعمل شيء في هذا اللقاء وبددت حالة الشكوك الكبيرة عند هذول اللاعبين بالشرط الاول الوحدات كانت من عيوبه اولا التشتيت عن عشوائي للكرة ما كان فيه بناء صقيق لنهجمه على الرغم لان الوحدات كانت افكار واضحة بدي اعتمد على الهجمات المرتدة ولكن ما كان فيه عنده هذا اللاعب اللي قادر يوقل الكرة من الحال الدفاعية للحالة الوجومية فقدان على الكرة بشكل سريع فقدان على الكرة الثانية عندنا دي الوحدات بالشرط الاول وهذه من ابرز السلبيات اللي اكتبقت عندنا دي الوحدات في الشرط الاول هو شرط سبعين بالمية منه سلبيات ولكن كان فيه ايجابيات احرز منها الادف الاول وهو هدف التعادل وهذا الادف لحاله كان مهم جدا. والتعاشة الاول بالتعادل واحد واحد نيجل الشرط التاني رأى فتعالي تدارك خطأه على طول اخرج المهاجم اوكونو ودخل ابراهيم صبر ابراهيم صبره من المهاجمين المتحركين في ناس حتى تسأل ليش دخل ابراهيم صبره ما تقل بها فيصل على الرغم اللي انه بها فيصل هو الاخبر. الوحدات بهاي المباراة كان محتاج لمهاجم سريع متحرك لانه الفريق الايراني عم يلعب دفاع عن متقدم ابراهيم صبره هو انسب لاعب في المنظومة بالوقت الحالي لانه لاعب سريع ومتحرك وبيقدر يرفق الدفاع عن ايران ومن فعلا الوحدات قطع الكرة بالشرط الثاني كرة لمعنج سمرين من فوق الدفاع عن متقدم ابراهيم صبره وسرعته قدر انه يحرز الهدف الثاني عن طريق انفرادية ضد الحارس اليراني اجاء الهدف الثاني يميز الوحدات بالشرط الثاني الانضباط التكتيكي الدفاع عن المنتاز المنظم الوحدات تدارك اخطاقه بالشرط الاول ما كان يخسر الكرة الثاني بسهولة الفريق كان يعمل عملية بناء ممتازة بعد الهدف الثاني صحيح الوحدات تراجع وحاول انه ينظم صفوفه اكثر ولكن الوحدات كمان قدر انه يمتص مجوم المنتخب الايراني ما شفنا اي فرصة اي فرصة للفريق الايراني اما نادي الوحدات والشرط الثاني فرصة خطيرة امتلكوا الكرة واستعود على الكرة ولكن كان استعواب سلبي خالي من اي خطورة وبالتالي الف مليون ترنيون زنيون وبعد الوحدات ولو عشاق نادي الوحدات هذا الفوز الرائع والمستحق وسلام يا كرام وكل التقدير والاحترام